انتي علاقتك ايه بعالم التيك توك والسوشيل ميديا والحاجات دي كلها وانتي مقدمة مسلسل عن العالم ده بتاع السوشيل ميديا عشان بتشوفيه ازاي هو انا بشوفه ان هو يعني كان داخل علينا داخلها هتقرب المسافات وهتظبط الدنيا في حاجات كتير انا شايف ان احنا قسقنا استخدامه وشايف ان التليفون هو بقى العدو الاول العدو الاول للأسرة وللفرض اللي بقى عدو المجتمع كله يعني احنا قسقنا استخدام النعمة اللي المفروض ان هي كانت تفيدنا في حياتنا واسوأ استخدام احنا عملناه بدليل اللي احنا بنعاني منه دلوقتي ابسط حاجة في الموضوع انك تلاقيه مثلا الشتيمة على موقع التواصل الاجتماعي هو انت مفروض انك متعبر عن رأيك تشتم طب ما التليفونات هي بيينة قلة الادب وانت فاكر ان انت يعني مفيش رقابة عليك عشان انت مداري وراء اكاونت فيك او مش حاطت صورتك او حاطت طقر الليل الحزين وردة الحب المدفونة يعني كده اللي قال انا مش هوصلك يعني انت مش معانا وتلاقيه زيرو في الاخر كمان مش حاطت اي حاجة ايوة دي مجموعة كونتات بقى موجودة في الحياة اللي هي زيرو ولا حاطت صور ولا متابع حد ولا حد متابعه وعامل كده بالايميل بتاعه وعامل موقع وداخل يشتم بس مزبوط طب او انت ايه يعني او انت يعني ليس فاضية وبيوري اخلاقياتهم ونفسياتهم انت اكبر من كده والبني قدم لازم يكون اكبر من كده ما انت هتفضلي اكبر من كده لغاية فين ما الكلام حلو ايو ايو انا بقعد اقول كده على فكرة فببطل او اقوم شايلة يعني حاجة حتضيقني مش عايز اشوفها لان انت دلوقتي لا انت في مرحلة كل الظروف اللي حواليكي ممكن تعصبك وتضيقك جدا وتعييك فانت مش ناقص كمان ده يعني الكلمة الحلوة صدقة ولازم نكون حنينين على بعض ونكون قلبنا حلو مع بعض اه ده ده الكلام اللي بنتبوله دلوقتي عبر الميكروفون بس عايز اقولك اما بتنفزي بترتاحي اه بس لما تبقى ده موجود وموجود دايما ولما تروحي مباحث مكافحة الجرام الالكترونية وتروحي تشوفي كم من ناس اللي قاعدة بتشتكي لان الموضوع تطور المشكلة مش ان انت شوفتي حاجة ما عجبتكيش فقلتي خاصك اكبر دماغي او نمرة بتعكسك فامتش عاملالها بلوك فيوم طالعلك من تليفون تاني وطالعلك من تليفون تالت ايه التليفونات دي لا ويخشي لك عملتي له بلوك يخشي لك مسلا من بوتم او تليجرام او يتصل بيك من تليفون الواتساب او تصب الزبت ايوه او ده انا نسيت صحيحة عمللك بلوك من الكول ايه ده ده لا فافضل بقى انا عايشة معاه افضل بقى اجري وراه اللي هو لا والمسنجر بتاع الفيس ازا حاجة تانية برده ما ده اتصل برضو تليفون تخشي بقى تقفلله هناك وبعدين تخشي بقى لو نزلتي فيبر يطلعلك لو نزلتي كيكي يطلعلك لا 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 ده انا عايشالك ده انا سايب بقى حياتي وعايشالك بيجري ورا عياله وبيجري ورا اخواته مش هيجري وراهم كده با هكلم فلان هكلم فلان هقول مش عفقة ايه وتنسي تنسي تعمل المكالمة ده قاعد بقى يدور عليك انتي فين فتحة ايه مجاب بس ما تنزلي فيبر بس اي حاجة يوم طلعلك ايه ده انتنسى فاكرني ده انا كنت عميلك بلوك من الطمنتاشر نمرة اللي انت اتصلت بيه وينزل يشتري نمر ينزل يشتري نمر ده انا حواريكي اه شخص عندي عملاله على خمسة وتلاتين رقم اه بلوكات قلت له في الاخر انا عايز اعرف خلاص بقى تكلم معي بقى ده خلاص ده بقى اه ده خلاص زهقني اه اه يا محمد اه اه يعني دلوقتي انت يعني التليفونات دي كلها دي مش اهضار لفلوسك واهضار لوقتك قال لي لا اما انا عندي سنترال قال لك كده يا بارد اه بالزوط لا وايه بقى اه مش بيعكسنا بس ده هو عامل لستة بالفنانين فهو ليه خمس ست فنانين كده ومعتبرهم دول اه عائلته فقارفهم فبدأت تتواصل مع الفنانات اللي هو يقولي لي ايه ده هو انت محمد بيكلمك اللي دي اقولهم تب جابني مرنة منين يا جميع يقوليه ما نعرفش بس وبعدين ايه بقى بيدخل في قصص وهمية يقوليك على فكه لسه قافل دلوقتي مع فلينة وهي كانت راحة المهرجان وقالتلي ان هي بتجهز في كذا بس انا قلتها لا انا حتصل دلوقتي اتطمن على انتصار اه حتجهز المهرجان وحتنزل وحتلبس منين ومين عملها فستانها اقوله انت لابسة من عند مين اقوله طب ويا التاني لابسة من عند مين يقولي لابسة من عند محمود غالي اقوله طب وانا يقولي ما انت قوليلي بقى عشان اتطمن عليكم لا 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 يا انتصار لا وبعد الحفلات يتصل يقولك فستانك انت كان مش حلوة على فكهة التانية انا قلت له فستانك كانت ممكن تلبسي افضل متعملش معفلون ده تاني ده خلاص ده بقى جزء من العائلة اه هم خمسة ستة كده يعني مش حاجة اقول قسميهم اه حرام لابن استأذنهم بيتعكسوا دول ضحايا اه فيكتم فيكتم دي حقيقة فتحسي ان المواقع التواصل الاجتماعي دي المجتمع كله تحول بقى فيكتم اه ضحايا فيكتم للحكاية ماشا يعني نزل التليفون من هنا المجتمع بقى ضحايا بقىنا عايشين ضحايا كل يوم انت مش متوقع عدد الضحايا لنتيجة التليفون لما انا بقى روحت مكافحة الجرام الالكترونية انا كنت فكرة الموضوع ان معكسات شيتي مات اللي اتأدبات لا لقيت في تطورات تطورات قاسية عشان كده دخل اعمل اعلى نسبة مشاهدة يا جماعة وانا فاهمة ده انا فاهمة اكتر من اي حد تاني ده انا فاهمة اولا لان انا خط ده لان في حاجات استفزازية بتحصل على التليفون ما تقوليش كبري والصدقة والكلمة لا العين بالعين والسن بالسن والبادي ازلم ده مش بادي ده خلص معنا نروبع المشوار ونص المشوار ده اعرفني اعرفوني بقى يعني فروحت بقى هناك لقيت بقى بلاوي انا بقى